العم صالح باي عبود المتحدث الرسمي في الاتحاد كرة القدم بيقول ان هناك بعض الوجوه الجديدة اللي هي مزدوجي الجنسية حيان ضموا الينا للمنتخب الوطني حيقول العم صالح في تصريحات تلفزيونية ان المدرب الوطني لجمال بالماضي المح في الشهر الماضي عن وجود وجوه جديدة سلتلتحق بنا وعلينا ان نترك الامور تسير بشكل طبيعي واضاف ايضا احتراما لجمال بالماضي لن اكشف علي اي اسم وسنتعرف عليها جميعا في الموعد المحدد الشهر القادم عند الاعلان عن القائمة الرسمية المعنية بالتواجد في التربص المقبل ورغم انه لم يعلن على اي اسم الا ان صالح باي عبود اكد بشكل غير مباشر على ان العديد من العناصر المتداولة ستكون حاضرة في الخضر وسيتقدمها الثلاثي رايان ايت نوري وحسام عوار وياسين عدل ومن انسوشان المنتخب الجزائري سيلعب مبارتين وديتين خلال الفترة القادمة اولها مع غينيا وثانيها مع نيجيريا قناة اخبار كرة القدم تشكركم على حسن المشاهدة دمتم في رعاية الله للقاء